وأسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط هذا في الذي ما يتمكن من العمل نطق بلا إله إلا الله وقتل أو مات في الحال ولم يتمكن من العمل لابد من الجمع بين الأدلة ما نأخذ دليل ونترك الأدلة الأخرى هذا من القول بالمتشابه اللي يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها هذا هو عمل أهل الزير والعياذ بالله نعم دلت الأدلة على أنه لابد من العمل كيف نلغيها كلها لحديث مجمل نعم